تم إطلاق مشروع غرس 2022 شجرة الذي يستهدف برسم السنة الجارية أكثر من 30 مؤسسة من مختلف المستويات التعليمية موزعة على 6 جمعة ترابية بإقليم برشيدة هذا اليوم تنعيش في انطلاق فعاليات وحدة عملية كبيرة كالدخول في إطار تنزيل مقتضاية القانون الإطار 51-17 ناسية مع المشروع الرقم 10 والمشروع الرقم 17 متعلقة بتابعة الفعاليات حول المدرسة المغربية وقد أعطيت انطلاقة هذه العملية تحت شعر أطفال وأشجار حلول اليوم من أجل الغد بالثانوية الإعدادية السوى لما الهدف دير هذا المشروع يجل إنخيرات الجمعية في المحافظة على البيئة والمساهمة في جمالية ورونق المؤسسة التعليمية في إطار الانفتاح للثانوية كعادتها على المحادة الخارجي نظمت الإدارة للثانوية للسوى لهم بشراكها مع جميع الأباء ومفادرة شباب فاعي الخير وجمعية بنو البيطار نعلن هذا اليوم عن تلاق مشروع للغرس 2022 شجرة وتندرج هذه العملية تحت إشراف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة ببرشيدة بشراكة مع جمعيات أباء المؤسسات التعليمية وجمعية أخرى ترجمة نانسي قنقر